بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة درس الرياضيات قولة اين وصراحة ده من اكتر الفيديوهات اللي اتعبتنا في تصورها لان جنبنا مزرعة فيها ابقار ما شاء الله انا عمال اعمل الدرس والبقرة عمالة سبحان الله اعمل ايه بس استحملوا نبق هنتعلم النهاردة مع بعض طريقة جديدة لحفظ جدول تسعة انا قدمت قبل كده اكتر من طريقة لحفظ جدول تسعة والى عمليات كتيرة من عمليات جدول اقدر تعالوا نشوف الطريقة بتاعت النهاردة ونشوف الطريقة ده هتعجبكم ولا لا ويعذروني على صوت البقرة لو كده لان انا ساكن جنب مزرعة فيها ابقار ومعلش استحملون تعالوا كده نشوف الطريقة اللي احنا هنحفظ بها جدول تسعة وهي طريقة جديدة ضمن الطرق اللي انا قدمتها في قناة درس الرياضيات اونلاين تابع معي الفيديو ولو عجبك الفيديو نعمل لايك وشير واشتراك ونعرف جميع اصحابنا واصدقائنا باسم هذه القناة قناة درس الرياضيات اونلاين الطريقة سهلة جدا عشان احفظ جدول تسعة وهي ان انا باخد العدد المضروب في تسعة واضربه في عشرة تعالوا كده نشوف مع بعض هنا التسعة باضربها في واحد هاضرب الواحد ده في عشرة نضربه في كام في عشرة الواحد في عشرة بكام بعشر تمام ونقص الواحد ده تاني من العشرة يبقى عشر نقص واحد بيساوي تسعة وهو حصل ضرب التسعة في واحد تسعة في واحد بتساوي تسعة تسعة في اتنين هنضرب الاتنين في العشرة بنفس الطريقة اتنين في عشرة تساوي كم بتساوي عشرين ادي إلى عشرين أطرح من العشرين إلى اتنين عشرين نقص اتنين بتساوي 18 والطمنتاشر هي حاصل ضرب التسعة في اتنين 9 في ثلاثة هناخد الثلاثة ونضربها في عشرة الثلاثة في عشرة بكام بثلاثين هذه التلاتين أطرح من التلاتين التلات 30 نقص 3 بتسوي كام 27 وال 27 هي حاصل ضرب 9 في ثلاثة 9 في 4 الأربعة أضربها في العشرة 4 في 10 بتسوي أربعين هذه الأربعين أطرح من الأربعين الأربعة ديت تمام؟ هيبقى لي كام؟ هيبقى لي 36 وال 36 هي حاصل ضرب 9 في 4 9 في 5 الخمسة هضربها في العشرة 5 في 10 بخمسين هذه الخمسين واطرح من الخمسين الخمسة اللي قدام لي 50 نائس 5 بتساوي 45 والخمسة واربعين هي حاصل ضرب 9 في 5 9 في 6 نضرب الستة في عشرة الستة في عشرة بستين هذه الستين واطرح من الستين دي الستة اللي قدامي يبقى 60 نائس 6 بتساوي 54 والخمسين هي حاصل ضرب 9 في 6 9 في 7 السبعة هنضربها في العشرة 7 في عشرة بسبعين هذه السبعين اطرح من السبعين السبعة يبقى 70 نائس 7 بتساوي 63 وال63 هي حاصل ضرب 9 في 7 9 في 8 التمانية هنضربها في العشرة 8 في عشرة بتساوي 80 اطرح من التمانين التمانية اللي قدامي دي يبقى النتج بتاعي 72 واللي 72 هي حاصل ضربة 9 في 8 9 في 9 نضرب التسعة في عشرة 9 في عشرة بتسعين اطرح من التسعين التسعة ديت يبقى عندي 81 80 ازا 9 في 9 بتساوي 81 9 في عشرة ناخد العشرة ونضربها في عشرة العشرة في عشرة بكام بمية اطرح من المية ليت عشرة 100 نائس عشرة بتساوي كام بتساوي تسعين والتسعين هي حاصل ضربة 9 في عشرة 9 في 11 نضرب اللي 11 في العشرة بكام بمية وعشرة اطرح من المية وعشرة اطرح منها 11 تمام هيبقى لكام تسعة وتسعين والتسعة وتسعين هي حاصل ضربة 9 في 11 9 في 12 نضرب ال 12 في 10 ال 12 في 10 بمية وعشرين اطرح من المية وعشرين 12 ايبقى عندك مية وتمانية المية وتمانية هي حاصل ضرب تسعة في اتناشر ارجو ان احنا نكون نتعلمنا طريقة جديدة من طرق الضرب وطبعا الطريقة دي خاصة بجدول تسعة انا قدمت تقريبا اربع طرق او خمس طرق للضرب في تسعة منها الطريقة الجديدة دي لو عجبتك الطريقة دي نعمل لايك وشير واشتراك ونعرف جميع اصحابنا واصدقائنا باسم هذه القناة قناة درس رياديات اونلاين راجين دعم هذه القناة كي نستمر معكم في تقديم افضل محتوى يفيد ابنائنا في جميع المراحل الابتدائية اشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد ومعلومة جديدة مع قناة درس رياديات اونلاين لا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من هذه القناة اشوفكم على خير مع فيديو جديد ومعلومة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته